هناك بعض الأسئلة بتسأل عن أداء حمد فتحي وقفشة حمد فتحي يمكننا تكلمنا عليه بشكل كبير أعتقد أن أفشة لم يحدث على فرص كثيرة للحكم عليه يعني أفشة نزل صحيح في الشروط الثاني لكن كان الوقت متأخر جدا للحكم عليه وزي ما قلت لكم أن خط وسط مصر ما ظهرش بأفضل شكل له يمكن غير بعد التغييرات والتغييرات دي الحقيقة هي في النهاية اللي قلبت نتيجة المطش حمد فتحي كان يمكن أبرز تغيير شارك لمنتخب مصر السلية مرحش المنتخب ليه هو السلية كان في قائمة منتخب مصر ده سؤال من عمرو مصطفى السلية كان في قائمة منتخب مصر لكن للأسف تعرض للإصابة في مباراة الأهلي وأسوان الأخيرة في الدوري نتمنى له إن شاء الله الشفاء العجل وأعتقد أن الأهلي أعلن خلاص أنه هو جاهز لمباراة الزمالك اليوم السادة الجاي إن شاء الله في الدوري مين بديل كوكا؟ مين بديل كوكا؟ ده سؤال يعني أعتقد تسأل كتير قوي لأن كوكا الحقيقة مش ده أول انضمام للمنتخب مصر يعني النهاردة هنا منشوف إن بديل كوكا هو عمر السعيد من الزمالك وحسام حسن من سموحة لكن أكيد أكيد فيه لعبين كمان هنحب أن نحكم عليه في الدوري المصري مصطفى محمد زي ما قلت لكم يمكن أبرز اسم هجومي دلوقتي في مصر لعب صغير في السن ومهاجم مميز جدا لكن للأسف حقيقي أو مش للأسف يعني ربنا يوفقه مع منتخب مصر الأولمبي وبعد ما يخلص مع منتخب مصر الأولمبي أكيد هيبقى متاح للمشاركة مع منتخب مصر الأول لكن هي القصة مش فكرة بديل كوكا على قد ما هي فكرة هل إحنا محتاجين أصلا نغير طريقة اللعب يعني هل لو منتخب لو خلاص يعني إحنا اعترافنا أن مصر كلها أصبحت عاجزة عن تقديم مهاجم لمنتخب مصر هنقعد بقى نتفرج ونستنى ولا الطبيعي أن إحنا نغير خططنا أو نغير فكرنا يعني فيها اندية كتيرة جدا ونتفرج عليها وأغلب ينزل وقت تتفرج على الكرف وربا ما بتعتمدش على مهاجم صريح بيعتمدوا على يعني فولس نايم وشوفنا مش حتى مش محتاج أن انت تشوف الطريقة دي في أوروبا تبتشوفها في الأهلي دلوقتي مع أجايي إن أجايي قادر أن هو يلعب الدور ده بشكل كويس جدا وبالتبادل مع رمضان وحسين الشحات الوينجين بيقدروا يعملوا لا مركزية في خط الهجوم فالفلاسي قادر أن هو يسجل في أي لحظة وفي أي وقت والأهلي بيخرج كمان منتصر يعني بسكور كبير مش بفارق جول أو جولين فالخطة دي ممكن تكون متاحة الكابتن حسام البادري إن إحنا لو فعلا إحنا معندناش مهاجم دلوقتي على قدر منتخب مصر إيه المشكلة لما نعتمد على طريقة تانية أو خطة تانية في اللعب يعني إن زيما نتركوا ده لسه أول موطشة إحنا مش بندي أحكام نهائية إحنا بس بنفكر مع بعض بصوت عالية أفلاطون أمين بيسأل إيه سبب ظهور الاستحواز السلبي طول المباراة دي يمكن أكبر سلبية المنتخب مصر النهاردة تم استحوز على الكورة بس فعالية مش عارف تعمل بها إيه الخطوة اللي بعد كده دي أعتقد إن سببها يمكن يكون إن اللعيبة لسه مفيش وقت أو مرحلة كافية للإنسجام ما بينهم وما بين بعضهم وكمان ما فيش وقت برضه إن هم ياخدوا فكر كابتن حسام البادري بشكل كبير أعتقد ده من المفترض أو من الأكيد إن هو يتحسن في المباريات المجبلة لإن إحنا فعاليا نستحوزنا على الكورة بشكل كبير لكن كنا عاجزين عن يعني فك طلاصم دفاع منتخب بوتسوانة ودي برضه نقطة تانية إن هل إحنا تفرجنا على مباريات لبوتسوانة قبل المطش ده؟ هل إحنا شفنا أداة منتخب بوتسوانة عامل إزاي؟ فبالتالي حكمنا عليه وحطينا خطتنا بناءً على اللي شايفينه من منتخب بوتسوانة؟ أعتقد لا وأعتقد إن اللعبة ضد منتخب بوتسوانة كان من منطلق إن نحن نلعب ضد أي منافس في فترة توقف الدولي ما أعتقدش إن منتخب بوتسوانة كان بناءً على اختيارات فنية أو على القناعة الفنية من إجاز الفني الجديد لمنتخب مصر رأيك في أداة عبدالله جمعة حقيقة عبدالله جمعة النهاردة كان مميز جداً ودي حاجة تحسب جداً لعبدالله اللي يمكن الناس كلها كانت متوقعة إن هو ينضم القائمة منتخب مصر في كاسفهم الأفريقية ولكن يعني ما حصلش وشوفنا اللغة الكبيرة اللي حصل بعد فترة كاسفهم الأفريقية عن أسباب استبعاده النهاردة عبدالله جمعة عمل مميز جداً يمكن ما اختبرش دفعياً لإن منتخب بوتسوانة فعلياً ما عملش أي فرص هجومية لكن كان بيحاول على قد ما يدر أن هو يصنع جبها خطيرة من ناحية الشمال وشوفناه أغلب الوقت كان في منتصف ملعب بوتسوانة خصوصاً في الشوت الأول فهو أداء ممتاز جداً ظهور مميز جداً لعبدالله جمعة في ظهور الدولي الأول لكن الأكيد إن الحكم هيكون عليه أكتر ضد منافس أصعب وخصوصاً كمان لما يكون منافس هجومي أقوى علشان نشوف قدرات عبدالله جمعة الدفعية عبدالرحمن متولي بيقول أنت شايف إن المنتخب دافي منه أمل أكيد المنتخب دافي منه أمل لسه يا جماعة مش عايزين نتصرع في الحكم إحنا لسه أول مطش ضد منافس زي ما قلنا منافس مش حاجة هنحكم عليها ماينفعش إن احنا نقول أحكام نهائية النهاردة عن المدرب أو عن اللاعبين أو عن منتخب مصر لسه المشوار طويل وأعتقد أعتقد إن الحكم مع تصفيات كاسورة أفريقية هيكون عادل سواء للجمهور أو للجهاز الفني واللعبيد ايه رأيك نرجع عماد متهب المنتخب ده سؤال من محمود القديم أنت قديم فعلا محمود يعني عماد متهب خلاص أعلن هتزال وعنى دلوقتي محتاجين إن احنا يعني نتخطى المرحلة دي كانت إن عماد متهب طبعا كان مهاجم من تراث فريد صعب جدا إن احنا نلاقي زيه وليد علاء بيس قال عبدالله السعيد لا يصلح زيه زيه كوكا إمت نغيرهم ومين أنسب في الأماكن دي؟ إمت نغيرهم؟ يعني أعتقد إنه هو الموضوع يرجع لقناعات الجهاز الفني لمنتخب مصر كابتن حسامي البديد يعني أنا هكون صريح معك وأقولك أنا عن قناعات الشخصية قناعات الشخصية هو إن أنا كنت أتوقع إن عبدالله السعيد يعلن اعتزاله الدولي بعد كاسورة أفريقية لكن هو ما أعلنش وبالتالي هو متقلق ومتاح لمنتخب مصر فكان الطبيعي انضمامه دلوقتي هو ليه منافس فعلا في منتخب مصر ويمكن لأول مرة من سنوات طويلة وهو أفشة بالنسبة لأحمد حسن كوك فإحنا اتكلمنا في الموضوع ده إن أحمد حسن كوك الحقيقة لسه الحدي دلوقتي فعلا ما ظهرش بأداء يرضي الجمهور أو يرضي حتى أعتقد الأجهزة الفنية اللي بينضم ليها على مدار السنوات اللي فاتت عبد الماطي بيسأل شايف أداء تريزيجي النهاردة إزاي؟ أنا هاخد من تحليل كابتن حازم إمام تريزيجي لعب كويس جدا بيقدم أداء كبير جدا بس للأسف ما بيعرفش يسجل إجوال أنا بتطفق معاه في النقطة دي ولو رجعنا سجل التهديف الدولي لمحمود ريزيجي حنلاقي إن فعلا في مشكلة في النقطة دي إحنا بنتكلم عن لعب ينضم المنتخب مصر وبيشارك أساسي من فترات طويلة وبيقدم حقيقة مرضود بدني كويس جدا في الملعب ينفذ الأداء الفني أو المطلوب منه من الأجهزة الفنية بشكل ممتاز جدا سواء من نواحي الهجومية أو من نواحي الدفاعية وزي ما قلت هو أداءه عالي جدا في الملعب الحقيقة الراجل تسعين ديئة بنفس المستوى البدني فأعتقد إن فيه مشكلة فعليا عنده في إنهاء الفرص محتاج إن هو يشتغل عليها أكتر محمود ماجدي بيسأل هل مصري مع البدري مختلف عن أجيله كوبر صعب جدا يا محمود نحكم من مطش ودي هو التجربة الأولى لكابتن حسام البدري أعتقد إحنا مستنيين فرص أكتر للحكم إحنا بس بنتكلم عن ملامح أولا هي ظهرت من المطش أحمد خلف رأيك في حمدي فتحي إحنا قلنا أحمد يعني رأيك في حمدي فتحي إن هو دلوقتي فعليا يعتبر أهم إضافة حصلت لمنتخب مصر مع عبدالله جمعة وهما اللي اتنين من مكاسب المطش النهاردة أعتقد أنهم أبرز المكاسب مصطفى محمد حجاج بيسأل عن الأداء الدفاعي أعتقد أنه مفيش يعني مفيش حكم عن الأداء الدفاعي النهاردة تقريبا منتخب بوتسوانا مرحش بأي فرص على مرمى منتخب مصر بالعكس إحنا دلوقتي لما هنقيم الأداء الدفاعي منتخب مصر هنقيمه هجوميا لأن هجمة الجول بدأت من أحمد حجازي والأسست كان من محمود علاء شايف أن حسام حسن فيه منه أمل ده سؤال من عبد المعطي النهاردة صعب أحكم عليه جدا بس أولا يعني مهاجم كويس جدا من أحسن المهاجمين في الدولة المصري حاليا وأعتقد أن إن شاء الله الفترة الجاية لو استمر انضمامه بشكل مستمر للمتخب مصر وكمان فيه أسماء زي أحمد جمعة من المفترض أن هي راجعة من الإصابة بعد مصري ممكن يبقى لها فرص أعتقد أن الأسماء دي تستحق أن هي تتشاف أكتر في منتخب مصر صلاح محسن مع الأهلي محتاج أنه هو أكيد ياخد فرص أكتر دي أسماء وطبعا مع مصطفى محمد اللي تكلمنا عليه وليه سبب غيابه أعتقد أن إن شاء الله الفترة الجاية ممكن نتحسن في المركز ده في مركز المهاجم المهاجم لو لعب ضد منتخب يكون قوي شوية الأداء حيتغير تماما ده إسلام عبد السلام أتطفق معاك بالشكل كبير يا إسلام بس ده من التجربة الأولى ما بيكونش ضده يعني فهي قوي يعني أنت محتاج تأخدها تدريجيا شوية عمر ضيف أنا شايف عمر المنتخب ما هيتطور طول ما الهدف أجيب منتخب أكسبه طيب بص أنا حقول لك على حاجة عمر دلوقتي أنت منطقي جدا في أول مطش ليك أنت مش هتروح تلعب البرازيل والأرجنتين يعني ده اسمه برضو انتحار أنت طبيعي أن أنت بتلعب فريق من مدرستك أفراقيا وبيتحاول على لد ما تقدر أن أنت تكسب المطش ده لأنه هو لازم يدي لك معنويات سواء للجاز الفني الجديد أو للعبين الجدد فمنطق أن أنت بتدور على منتخب متوسط أنا معاك أن منتخب بوتسوانة يمكن كان أقل من المتوسط لكن يعني إحنا تكلمنا في النقطة دي أنا أعتقد أن منتخب بوتسوانة مجرد بس اللعب معاك لأنه هو المنتخب المتاح أو المنتخب اللي فيه عرض لللعب ضده أحمد ياسر ريان ده طبعا سؤال من أحمد خلف أحمد ياسر ريان يعني لعب مميز صغير في السن أعتقد إن شاء الله ممكن يبقى له فرصة برضو مع المنتخب الأول ليه ما ضم مش أوباما مع عبدالله السعيد ده سؤال من محمد أحمد أعتقد يا محمد أن حتى أوباما نفسه دلوقتي لو تسأل تنضم المنتخب مصر هو هيقول أن أنا بمر بأسوأ فتراتي من الموسم اللي فات مين دو دياب مين كان مفروض ينضم للمنتخب في مبارات اليوم يعني أعتقد أعتقد إن مفيش أسماء يمكن ظهر في الدولة المصري أحسن من اللي كانوا موجودين دلوقتي فيعني فعليا إحنا ما أعتقدش إن حتى كمان الاختيارات المستقبلية حتى تختلف كتير عن القايمة اللي كانت موجودة النهاردة طب لو صلاح لعب كمهاجم هل هيلاقي مساند هجومية ويكون أفضل للمنتخب مصطفى بدر أعتقد أه يا مصطفى يعني أعتقد أه ممكن محمد صلاح يقادي الدور ده وهو فعليا بيقادي الدور ده مع ليفربول إحنا بس محتاجين جناحين يكونوا قادرين إن هم يقدمونه المسانده وقادرين برضو إن هم يلعبوا معه بلا مركزية في الهجوم زي ما بينشوف في ليفربول وزي ما بينشوف في الأهلي دلوقتي وأحيانا بينشوف في الزمالك يعني أعتقد إن الخطة دي أكيد أكيد هتكون منازمة خلوني أتكلم معاكو أصلا تحديدا في حتة إزاي ممكن نستفيد من الطريقة وزي ما إحنا شوفناها مع الأهلي اللي مركزية في خط الهجوم بتديلك حلول كتيرة جدا يعني أنت فعليا بتبقى قادر إن أنت تشتد دفاع الفريق منافس اللي بيلعب ضدك لو هو بيلعب بطريقة منتومان لأنه طبعا إنت مش بتبقى ملتزم بالمراكز الهجومية في الملعب لا بتلاقي الجناح اليمين بيبدل مع المهاجم والمهاجم بيبدل مع الجناح الشمال وهكذا بيبقى فيه نوع من أنواع الخلخالة بخط الدفاعات وفي نفس الوقت بيبقى قادر المهاجم إن هو يخرج بر منطقة الجزائي يستلم الكرة ويفتح مساحة للوينج علشان يدي له فرصة يسجل منها ففعليا إنت مش هتبقى بس مستني التسجيل من المهاجم لا إنت برضو مسني إن الجناحين يسجلوا وده شفناه يمكن بشكل واضح جدا مع ريني فيلور في الأهلي واللي طبعا بيتابع ماتشاط ليفربول بيشوف إزاي فرمينو مع ساديو ماني ومحمد صلاح بيقوموا بالدور ده بأكفأ وجه فبتلاقي في نهاية الموسم إن ساديو ماني ومحمد صلاح بيتساوف صدارة هداف الدولة الإنجليزي وبتلاقي إن فرمينو المهاجم الأساسي للفريق هو كمان أعلى نسبة أسيستات علاء بيسأل حمدي فاتحي أفضل من إنني يعني بص حولك على حاجة علاء يعني الموضوع ده مش 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 وقت الحكم عليه دلوقتي ليه مش وقت الحكم عليه لأن في ناس دلوقتي عندها صورة سلبية أو يمكن كلنا عندنا صورة سلبية عن أداء إنني من الفترات اللي فاتت فترة هكتور كوبر وفترة خفير أجري أنا معاك إنني وقتها كان ما بيقدمش بالشكل المقمول من لعب في فريق أرسنال لكن دلوقتي الوضع مختلف إحنا بنجرب مع مدرب جديد بأفكار جديدة بأكيد حيطلب منه حاجات أدوار ينفذة في الملعب جديدة خلونا نحكم الأول على محمد إنني حسام البدري وانكرنه بحمد فاتح حسام البدري ما نكرنش محمد إنني هكتور كوبر أو محمد إنني خفير أجري بحمد فاتح حسام البدري لازم تكون المقارنة عادلة في يعني تعليقات كتيرة عن يعني إن الأداء كان ممل شوية وإن في ناس مش متفقلة في يعني سؤال من مصطفى سامي بيقول للإصرار على ضم إنني هو ما بيقدمش أداء قوي على مستوى حتى في تركيا إنني طبيعي إنه ينضم بصوا يا جماعة علشان نكون متفقين أي لعب محترف هينضم يعني دي سياسة المنتخب في الوقت الحالي بسيصنا عمر واردة وعمر واردة إحنا فهمين المشاكل اللي بتحصل وفهمين ليه ممكن يكون حتى لو تقالك في الدور اليوناني دلوقتي استبعاده حيكون منطقة شوية أو ضمه حيكون مستبعات شوية فإنضمام إنني حيستمر في كل الأحوال هيستمر حتى لو إنني قاعد على مقاعد البودلاء أنا أعتقد إنضمامه هيستمر صحيح إنني دلوقتي في تركيا بس فيه تقارير بتتكلم عن إنه وراح ميلا أكيد مش يابقى عندك العيب في ميلا وما تضموش لمنتخبص فإنني هينضم ما هينضم بالنسبة لمستوى اللعب في تركيا فهو أعتقد إنه لسه ما حصلش على فرص كتيرة للعب يعني حتى كمان كان غير محظوظ بالطرد في أول ماتش ليه في الدوري التركي فمحتاجين وقت أكتر علشان نحكم على إنني هل اختلف عن إنني بتاع أرسنل ولا لأ لكن أنا في اعتقاد الشخصي إن إنني هيفضل ينضم المنتخب مصر محمد حاتم بيقول ليه الأداء وحش إحنا يا محمد أنت شكلك جاي متأخر إحنا يعني كلمنا عن إن ما كانش فيه ملامح واضحة فعليا النهاردة لإن أسباب كتيرة خلخصها لك إن من الواضح إن منتخب بوتسوانا ما كانش اختيار فني من الدرجة الأولى من كابتن حسام البدري ما كانش فيه تركيز على دراسة المنافس دراسة طريقة لعبه فبالتالي كان فيه استحواز سلبي على الكورة ما كانش فيه ملامح واضحة لإن إحنا كان عندنا مصباس كتير في نص الملعب والهجوم الحقيقة ما كانش فيه تجانس ما بين خطوط الهجوم كانت كلها أو أغلبها محاولات فردية ففعليا ما كانش فيه فرص لمنتخب مصر على مرمى بوتسوانا عبد المواطي بيسأل راديك فيه أداء حسين الشحات حسين الشحات النهاردة أنا كنت مستني منه إن هو يشتغل أكتر بشكل جماعي حسين الشحات خلاص إحنا مش محتاجين دلوقتي إن إحنا نحكم على مهاراته إحنا خلاص ده يعني إيه الراجل يعني قدم السابط والحد والاثنين والثلاث خلاص يعني حسين الشحات لعب صاحب قيمة كبيرة للدور المصري وللنادي الأهلي والمنتخب مصر إحنا خلاص كن عارفين المشاكل اللي مر بيها مع هكتور كوبر وليه كان بعيد عن قناعات هكتور كوبر لكن يعني دلوقتي إحنا من المفترض إن إحنا مستنيين من حسين الشحات لعب جماعي أكتر أنا عارف إن هو الراجل بيحب يعني يظهر مهاراته وهو فعليا من أمهر اللاعبين المصريين في الوقت الحالي لكن يعني قدينا بنشوف في الأهل إزاي الراجل يعني بيجي عن نفسه بطير علشان يخلزوا ملاقوا يسجلوا يمكن الموضوع راجع بس الفكرة الهدف الأول فيمكن هو محتاج إن هو عايز يسجل مع منتخب مصرح سامي البادري بس واحدة واحدة هتيجي أكيد الأهداف ومش فرقة يعني أن أنت تبتدي بأسست أو تبتدي بجوجل أعتقد يعني علي بيسأل إيه اللي يخلي مجدي أفشة لاعب متكامل مجدي أفشة الحقيقة ممتاز جدا جدا مع الأهلي لأنه هو لاعب صاحب مجهود بدني كبير ويمكن ده اللي بشوفه مميزه أكتر عن صالح جمع أو ليه قناعات ريني فيلر بتكون رايحة لأفشة إن ريني فيلر عايز لاعب في صانع الألعاب مش بس قادر إن هو يوصل زميله بأسرع وقت ولا قادر إن هو يسجل لا يكون كمان قادر على إن هو يقدم الارتداد الدفاعي مع حمد فتحي وعمر السلية فبتلاقي أفشة كتير جدا بيدافع وفي نفس الوقت وقت هجوم الأهلي بتلاقي إن أفشة كتير قوي بيبدل مع رمضان صبحي أو بيبدل مع حسين الشحات وأحيانا حتى كمان بتلاقي إن أفشة هو المهاجب ده مميزات بالنسبة لي محمد مجدي أفشة هل طريقة لعب المنتخب هتكون طريقة لعب الأهلي فهنشوف محمد مجدي أفشة بنفس الأداء النهاردة ما شفناش أفشة كتير لإن أفشة نزل متأخر في الشوت التاني لكن دي مميزات مجدي أفشة ومميزاته عن أي صنع ألعاب دلوقتي هو الأداء البدني بتاعه لإن أكيد عبدالله السعيد حتى وإن كان أفضل منه من ناحية لمسة الكرة خلا نكون متفقين يا جماعة أن عبدالله السعيد برضو يعني لعب زاكي جدا وقدر إنه هو يوصل زميله للجول بأسرع وقت ممكن بلمسة واحدة حتى لو من خط الدفاع بيقدر يوصل زميله للجول لكن مرضوده البدني بحكم السن مش هيبقى زي أفشة اللي هو أكيد أفضل من الحتة دي فبالتالي هو عايز طريقة لعب تناسبه وأدوار في الملعب أعتقد أنها هتظهر أكتر لما نلعب منافس أقوى من كده لأنه ساعتها هنشوف أداء الدفاع هيكون عامل كذلك ليه طاهر محمد طاهر ما نضمش للمنتخب ومحمد هاني أعتقد أن طاهر محمد طاهر يعني هو كده ولا كده هو راجع لسه من فترة إصابة فخلينا نشوف يعني الراجل لسه واحدة واحدة وأكيد طاهر محمد طاهر من أبرز المواهب في مصر يمكن الفترة الجاية ينضم المنتخب مصر أعتقد أن محمد هاني نفس الحال محمد هاني ما كانه منتخب مصر وهو لاعب فعليا هو لاعب دولي كان غيابه فترة جأس الأمم كانت مفاجأة للناس كتيرة لكن أعتقد أنه هو وراجب بكار طبعا مع كابتن الفريق أحمد فاتح هيكونوا دايما متواجدين في مركز الظهير الآيمن تبديل الخراس ليه فائدة ولا هيكون فيه حارس أساسي؟ أعتقد أنه طبيعي جدا أنه هيكون فيه حارس أساسي لمنتخب مصر وخلوني أنقلكم لمنتخب ألمانيا لمنتخب ألمانيا دلوقتي فيه مشكلة كبيرة ما بين مانويل نوير وتيريش تيجين بسبب مركز حارس المرمة الأساسي يوكهم له في المديرج الفني لمنتخب ألمانيا مقتنع أن مانويل نوير هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر حتى مع تقلق أسف لمنتخب ألمانيا حتى مع تقلق تيريش تيجين في برشلونة هذا عمل مشكلة وتيريش تيجين طلع صرح وقال أنه فعلا عنده مشكلة بسبب الموضوع ده لكن في النهاية لما كانت مبارح ألمانيا طلع ضد أسطينيا مانويل نوير هو اللي كان يحرص منتخب ألمانيا وليد علاء بيسأل هل حسام البادري الأنسب ولا كان أنسب مدير فني أجنبي؟ أعتقد أن الأنسب كابتن حسام البادري لماذا الأنسب؟ لأن خلاص أعتقد أننا عدينا مرحلة المدير الفني الأجنبي دي يعني جربناها مع هكتور كوبر وحقاية أهدافها ووصلنا نهاية كاس الأمور الأفريقية وكاس العالم ومظننا أننا كنا سنحقق أكثر من كده مع خفير أجيري كانت النكسة والخروج من دور السبتاشر في كاس الأمم على ملعبك فدي فرصة أننا نجرب مدير فني وطني كابتن حسام البادري حق نتائج جدا مع الأهلي وأعتقد أنه كان أنسب الموجودين دلوقتي أو أنسب المتحين لتدريب منتخب مصر بلال بيسأل ليه مع تغيير مدربين؟ ما نشوفش اللعبة بتتحرك شبه الكرة الأوروبية لعيب من اللعبة ولا المندربين؟ أعتقد أنها مسؤولية مشتركة أنت في النهاية عندك مستوى معين أكيد لا يرتقي لمستوى اللاعبين الأوروبيين في الوقت الحالي وبتطلب منهم أدوار معينة في الملعب الملعب كمان حتى ملعب برج العرب أرضيته ليس أحسن حاجة فمش بتساعد أكيد في أن اللعبة تقدم أفضل مالة ديها وزي ما قلت لك إحنا لسه في أول مباراة كابتن حسام البادري مع الأهلي الفريق كان بيقدم أداء ممتاز جدا أعتقد أن مع مباريات المتتالية هنشوف إن شاء الله بصمات كابتن حسام البادري ونقدر وقتها نحكم بشكل أكبر هل فعلا كابتن حسام البادري أضاف لمنتخب مصر ولا ده ما حصلتش أحمد عشور عبدالله السعيد تيل في تحركات وإيه رأيك فيه؟ أكيد يا أحمد يعني إحنا بنتكلم أن عبدالله السعيد خلاص أنا كنت عن نفسي متوقعة تزاله الدولي بعد كاسو الأفريقية ده ما حصلتش لكن هو لعب كبير في السن أنت مش مستني منه مرضود بدني كبير على قد ما أنت مستني منه زكاء في الملعب ولمسات تكون مختلفة عن اللي بيقدمه أي زميل لي في خط الوسط وده اللي مستنين نشوفه أكتر من عبدالله السعيد لكن أنت أكيد مش مستني تشوف منه ارتداد دفاعي ومش متسني تشوف منه يعني تحركات في طول التسعين ديئة أعتقد أصلا أن عبدالله السعيد مش هيقدر يدي تسعين ديئة مع منتخب مصر ضياء بيقول معظم الفريق لو ما كانش كله بيبقى عنده لاعب مهاري قادر يلاقي حلول فردية ليه المطش يقفل مين عندنا قادر أنه يعمل كده أعتقد يا ضياء محمد صلاح وانا كانش موجود النهاردة عمر السلية مظلوم لا عمر السلية مصاب يعني عمر السلية ربنا يرجعه بالسلام إن شاء الله في مطش الزمالك هو كان مفروض يبقى موجود النهاردة بس هو أنا عمر السلية الحقيقة يعني عنده مشكلة مع منتخب مصر نحس كده شوية نوع كل ما بينضم المنتخب مصر بيتصاب في المطش اللي بيبقى قبل التجمع الدولي إن شاء الله النحس ده يكون آخره مطش النهاردة مطش بوتسوان أيمن أشرف ولا محمود علاء؟ هفتار محمود علاء في قلب الدفاع أنا أعتقد أن حتى كمان أغلب الأهلوية يعني مش مقتنعين بفكرة أيمن أشرف في قلب الدفاع طيب أي آخر سؤال حناخده زياد صبح بيقول ليه تريزيجية ده ومش كويس يعني أعتقد أن زي ما اتكلمنا أن تريزيجية عنده مشكلة في إنهاء الهجمات ودي المشكلة اللي تكلم عليها كابتن حازم إمام هو راجل مردوده البدني مميز جدا قادر أنه ياخد الملعب من أوله الأخره المدة لتسعين ديئة بنفس المستوى بيقدم مساندة دفاعية بيقدم أدوار هجومية لكن فعليا لما الكرة تبقى قدامه فرصة أنه يسجل يبقى دايما الاختيار أو القرار بتاعه النهائي ما بيبقاش أحسن حاجة فبتضيع الفرصة عليه وطبعا تركيزه في أنه هو عايز يزود رصيد أهدافه الدولي مع منتخب مصر أعتقد أنه مؤثر عليه الزهنية شكرا لكم يعني أتمنى أن شاء الله في المباراة المقبلة منتخب مصري يكون أداءه أفضل ونحسم التأهل مبكرا لكاسمو الأفريقية شكرا متابعة في الجولة